أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان مرة تانية المسيح قام حقاً قام وهو حي فينا ونحن شهود لذلك السؤال اللي عاوز أطرحه في هذا الوقت ماذا يحدث لو لم يقم المسيح من الأموات خلينا أقرأ بعض الكلمات من رسالة بولوس الرسول إلى أهل كورنتوس إصحاح 15 يقول أعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل يعني الأخبار الصارة الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه ما هو الإنجيل الذي به أيضاً تخلصون ويقول سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً أن المسيح مات من أجل خطيانة حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر بيتكلم عن ظهورات المسيح في آية 12 يتساءل ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات فبقول إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضاً إيمانكم ونوجد نحن أيضاً شهود ظور لله لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه بكمل بقول وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم أنتم بعد في خطاياكم إذن الذين رقدوا في المسيح أيضاً هلكوا إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين فإذن أحبائي نستطيع أن نستشف من هذه الكلمات شيء مهم جداً إن الرسول بيربط قيامة الأموات بقيامة يسوع المسيح وإذا لم يكن قيامة أموات لا توجد قيامة للمسيح فإذن اتنين يسقطان معاً أو اتنين بيثبتوا معاً فبيربط قيامة المسيح بقيامة الأموات أحبائي المسيحية مبنية على أساسات راسخة نبوات العهد القديم وأن القبر فارغ وأن يسوع المسيح حي كما قالت الملائكة لماذا تطلبنا الحي بين الأموات ليس هو ها هنا لكنه قام ألم يقل المسيح أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حياً وآمن بي لن يموت إلى الأبد بيتكلم عن الحياة الأبدية فإذا نحبائي لاحظوا أنه كرازة التلاميذ كرازة الرسل مع أنه المسيحية متفوقة في كل شيء والشيء اللي بيزهلني والشيء اللي بيستغربه جداً أنه ديانات أخرى ممكن تتكلم بجملة واحدة المسيح متصلة والمسيح ما قام من الأموات وخلاص كأنك أنت يعني مجبور أنك تآمن خليني أحطها بالعربي الصحيح فإذن يا إما الكتاب المقدس صحيح من الله أو الكتاب المقدس غير صحيح مش من الله يا إن الكتب الأخرى مثل القرآن يكون من الله أو مش من عند الله واحد من اتنين خطأ المسيحيين اللي بيسيروا مع أنه أنا بتكلم هون بكل محبة مش بتكلم على شخصية الإنسان ولا بتكلم على أي إنسان كإنسان بالعكس نحن نحب الجميع لكن في الموضوع المصير الأبدي إحنا اتنين متفقين يا إنك أنت مؤمن بالمسيح أو غير مؤمن بالمسيح يسوع لكن لاحظ كل شيء في المسيحية متفوق كل شيء في يسوع المسيح متفوق فالسؤال ما هو الجديد لأي ديانة؟ يعني إذا قلنا الإسلام ما هو الجديد في الإسلام اللي يفوق على المسيحية أو يتفوق على هوية يسوع المسيح؟ ألم يذكر المسيح أكتر من 93 مرة في القرآن؟ ألم تعطى صفات وألقاب للمسيح؟ لم تعطى لأي نبي آخر؟ ألا يكفي هذا الدليل من كتابك؟ ولكن تخيل معي أحبائي كما يقول الكتاب لو إن المسيح لم يقم من الأموات فالرسول بولوس عم يتكلم بكل صراحة إن لم يقم المسيح من الأموات باطلة كرازتنا باطل إيمانكم نحن أيضا شهود زور هو بإيش كرز التلميذ؟ طيب قلنا هل كرز بولادة يسوع المسيح العضروية؟ مع إن ولادة يسوع متفوقة على أي ولادة أخرى لا يوجد نبي والهوية واضحة جدا من سلسلة نسب المسيح ونبوات العهد القديم ومجيء المسيح واضح جدا مثل وضوح الشمس ما فيش أي غموض في تجاه أي ولادة أخرى طبعا اللي بتشوفها في الكتب الأخرى شيء آخر إن حياة المسيح المتميزة الخارقة معجزة أخلاقية الكامل بدون أي خطية فهل كرزوا بالمسيح الكامل؟ لم يكرز بولادة المسيح ولا بكمال المسيح؟ طب تعليم المسيح أي كتاب آخر تحت الشمس فيه تعليم مثل تعليم المسيح على فكرة من السهل إنك ترمي كلام افحص دقق فتش الكتب مثل ما بعلمنا الكتاب المقدس لأنه مصيرك الأبدي مرتبط في هذا الموضوع تعليم المسيح طب هل في تعليم بعد المسيح؟ أجت يقولوا أوه النبي فلان علم تعليم خارقة هل وجدنا؟ بالطبع لا حتى بالعكس منرجع ألاف سنين لورا لكن تعليم المسيح شافي، كافي، مخلص، ساتر، غافر، تعليم المسيح رفع البشرية إلى أعلى المستويات هل نتكلم عن معجزات المسيح؟ معجزات المسيح خارقة لم يفعلها أي إنسان معجزة المعجزات بل تاج المعجزات إنه المسيح قام من بين الأموات وهذه القيامة تعتبر الحجر الأساسي للإيمان المسيحي هي القلعة الحصينة اللي بتثبت إيمان المسيحي فالتلاميذ كرزوا بصلب وقيامة يسوع المسيح وماتوا من أجل الرسالة لأنه شافوا المسيح الحي المقام من بين الأموات فبشكل سريع حتى ما أتأخر عليكم بقول باطل إيمانكم على إيه كل الإيمان مبني؟ بقول لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص فإذن باطل كل الإيمان فإذن بتقولي طب ما هو المسيحي مليانة شغلات حلوة ولادة يسوع وحياة يسوع معجزات يسوع والتعليم يسوع مش هذا الموضوع المسيح ركز إنه جاي من أجل يموت على الصليب من أجل الفداء من أجل الخلاص وقام من بين الأموات يعني أكمل عمل الفداء بانقصار عظيم جدا فإذن إن لم يقم المسيح فكل التبشير وكل هذا الكلام اللي إحنا بنحكيه ومنبح أصواتنا وفعلا مستعدين نتقلم من أجل المسيح كله بلا معنى إذا ما فيش قيامة ليسوع المسيح بقول أنتم بعد في خطياتكم فإذن اللي بيكرزوا بالمسيح يعتبروا كذبة لأنه لا يفتدى لأنه الشيء المميز اللي هو الفداء من خلال الفداء من الخطيئة من خلال دم يسوع المسيح متبررين مجانا بنعمته الذي في المسيح يسوع بدم يسوع المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا فإذن إذا ما فيش فداء شو الداء على القيامة طب ما احنا بعدنا في خطياتكم فإذن إذا بعدنا في خطياتنا يا للكارثة العظمة اللي بيحصل عليها الإنسان المؤمن معناته كل حياته فاضية بعدين بقول أنتم بعد في خطياتكم والذين رقدوا هلكوا يعني كل المؤمنين في العهد القديم اللي بينتظروا القيام من الأموات بينتظروا المسيح وقيامة المسيح حتى يقيم الأموات كل هذا الرجاء كان باطل وكان كل التطلعات بدون أي أمل وبدون أي رجاء بعدين بكمل لحظة التسلسل إن كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط فنحن أشقى جميع الناس فإذن معناته إحنا منكرز بالمسيح نبي ونبي طب شو بميزه عن الأنبياء الأخرى طبعا في أنبياء عظماء جدا ما فيك تقارنهم مثل موسى مثل إليا مثل دانيال مثل إشعية مثل أرمية مثل يحنى المعمداء يعني حياة هؤلاء الناس وصيرة حياتهم تخزي أي أنبياء كذبة اللي حياتهم لا تشرف بلا معنى بلا هدف بدون تعليم ولا معجزات ولا تأييد إلهي ولا 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 فإذن إحنا معناته المسيح بيضحط مع مصاف الأنبياء لأنه كل رجاءنا اللي إحنا بنينا عليه بقيامة يسوع المسيح من الأموات بالحقيقة إحنا أشقى جميع الناس لكن أحبائي نشكر رب لكن المسيح قام وصار باكورة الراقدين ولأنه المسيح قام أقامنا معه وأجلسنا معه في السمويات وفي يوم من الأيام يعني هذا الجسد رح يفنى وإنه هذا الموت يعتبر عبور يعني أنت بتنتقل من هذا العالم إلى السماء إلى حضن الرب يسوع المسيح فإذن إن لم يقم المسيح من الأموات تعتبر أكبر كاث كارثة بشرية كل الكتاب المقدس مع كل جمال وكماله لا يعتبر أي شيء بدون قيامة المسيح فإذن لا مسيحية بدون الصليب ولا صليب بدون المسيحية لا مسيحية بدون القيامة ولا قيامة بدون المسيح فالقيامة هي العربون هي اللي توجت المسيح الأوحد إنه أكمل العمل الفداء الكامل واستطاع أن يرضي الله فنحن من خلال المسيح نستطيع أن نحصل على الحياة الأبدية ما تتسرع بالكلام ولا ترمي مجرد كلام كل ما هنالك اقرأ العهد الجديد بضع ساعات ما تعلق أبديتك ومصيرك الأبدي بجهلك أو إنك تسلك في الظلمة لكن ابحث وإن وإن صليت من قلبك قل له يا رب افتح عيني على الحقيقة افتح قلبي أريد أن أعرفك اكشف لي عن ذاتك وهل بتعتقد إنه الله رح يخليك تتخبط بالظلمة أكيد رح يعلن عن ذاته من خلال الكلمة ليه بيمنعوك تقرأ الكتاب المقدم عارف ليه لأنك لو قرأت الكتاب المقدس لتحصلت على الخلاص من خلال عمل يسوع المسيح الكامل إذ مات كذبيح كفدية وقام من الأموات واستطاع أن يكمل العمل الفداء الكامل لذلك القيامة تعتبر القلعة الحصينة أساس الإيمان المسيحي يعتبر هو الشيء الأساسي اللي بترتكز عليه المسيحية اللي بترتكز اللي بيرتكز عليه العهد الجديد اللي بيرتكز عليه كل تبشير المؤمنين في كل مكان بالفداء الكامل صلم وقيامة يسوع المسيح وهذه الأخبار الصارة موجهة لإلك شخصيا هل تتوب الآن هل تسلم حياتك للمسيح هل تقول له ارحمني على جهلي ساعدني أفهم كلمتك والرب لا يترك أي إنسان بلا شاهد ولا يترك أي إنسان بيبحث إلا ويعلن عن ذاته ليه لأن المسيح حي قام من الأموات وهو حي يستطيع أن يبرهن على ذلك ربنا يباركك إذا الرب يكلمك منحب نسمع منك وشارك هاي الرسالة مع الآخرين والرب يكون معك